أصيب مواطنان بانفجار لغم حوثي زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة أفادت مصادر محلية عن إصابة المواطنين عمر حسن علي سبعة عشرين عاما وأحمد جماعي صغير واحد وعشرين عاما بشضايا متفرقة أثناء توجههما على متن دراجتهما النارية في الطريق الرملية بمنطقة غليفقة المؤدية من الدريهمي إلى مديرية بيت الفقيه